موسيقى كلمة ميشيل عون في وصف الأزمة اللبنانية موسيقى العراق احتجاجات يزداد زخمها ومطالب يعلو سحفها موسيقى في الوقت الذي لا تزال فيه الساحة اللبنانية تعيش مرحلة ضبابية عقب إعلان استقالة رئيس الوزراء ساعد الحريري خرج الرئيس ميشيل عون بكلمة قبل قليل وصف فيها الأزمة التي تعيشها بلاده وعدد نقاط الحل عون تعهد ببذل كل الجهود لإقامة الدولة المدنية العصرية والتخلص من براثن طائفية داعيا إلى تشكيل حكومة جديدة من وزراء ذو كفاءة وخبرة بعيدا عن الولاءات السياسية واسترضاء الزعامات وأحذر عون من أن لبنان عند مفترق خطير خصوصا من الناحية الاقتصادية مؤكدا أن بلاده في أمس الحاجة إلى حكومة منسجمة قادرة على الإنتاج لا تعرقلها الصراعات السياسية والمناكفات معنا الآن من بيروت مرسلنا سلمان العنداري سلمان مرحبا بك معنا من جديد أي ردود فعل رصدتها لنا من قبل من هم موجودين في الشارع الآن على كلمة الرئيس عون نعم مهند يعني تبعنا كلمة عون هنا في الشارع أذيعت مباشرة على الهواء استمع إليها المتظاهرون ليس فقط في بيروت بل في كل المناطق اللبنانية استمعنا لبعض الأراء من ناشطين ومتظاهرين ومواطنين كان هناك استياء من كلمة عون يتحدثون عن أنه تحدث عن إنجازات إنجازات العهد منذ انتخابه رئيسا للجمهورية كان هناك بعض الإنجازات يقول البعض ولكن هي ليست كافية أما بالنسبة للوعود التي تعهد بها الرئيس اللبناني يقول المتظاهرون أو عدد كبير جدا من المتظاهرين هنا الذين استمعنا إليهم بأن هذه وعود هذه شعرات هذه هي شعرات التي نطالب بها وبالتالي هي أصلا موجودة في خطاب القسم الذي أعلنه الرئيس في مجلس النواب قبل ثلاث سنوات بالتمام والكمال كأمور إلغاء الطائفية السياسية محاربة الفساد وأيضا الأمن في البلاد والاستقرار إضافة إلى مواضيع تهم الشباب اللبناني ولكن اللافت في هذه الكلمة بحسب الشباب غياب أي إعلان عن موعد للاستشارات النيابية الملزمة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة أو تكليف رئيس جديد أو اسم جديد لتشكيل الحكومة الجديدة وهو ما اعتبر تضيع للوقت ومحاولة للمناورة السياسية من قبل القوى السياسية التقليدية إضافة إلى ذلك أيضا كان لافتا من الرئيس عون كما قال المتظاهرون بأنه تحدث عن استغلال الشارع والشارع مقابل شارع بينما يقول المتظاهرون الذين استمعنا إليهم بأن هناك شارع مقابل بالفعل الطيار الوطني الحر كان في الشارع قبل يومين حزب الله وحركة أمل أو العناصر الحزبية قدمت إلى هذه الشارع اقتحمت ساحات رياض الصلح وساحة الشهداء واعتدت على متظاهرين وبالتالي كل ما يقال عن شارع مقابل شارع أو استغلال هو تستغله بالفعل الطبقة السياسية اللبنانية الموجودة حاليا ليس هناك اقتناعا تاما بهذه الكلمة هناك رفض لهذه الكلمة وكما أيضا نستمع إلى هذه الكلمات هناك تشديد بأن كلمة عون ليست كافية وبأن هناك مماطلة فيما يتعلق بالاستشارات النيابية وغياب هذه الاستشارات أو الإشارة إليها في هذه الكلمة طبعا سنتابع ردود الفعل على كلمة الرئيس عون شكرا جزيلا لك سلمان العنداري مراسل سكاينيوز عربية مباشرة من ساحة رياض الصلح في بيروت ومتابعة لهذا الموضوع ومعنا الآن من بيروت رئيس تحرير صحيفة اللواء صلاح سلام ومعنا أيضا الكاتب الصحفي ردوان عقيل مرحبا بضيفي أستاذ صلاح مساء الخير داني أبدأ معك بتعليق سريع على ما جاء في كلمة الرئيس عون خاصة فيما يتعلق بمسألة التشكيل الحكومي الآن الجميع بانتظار هذه المشاورات النيابية على أمل الإسراع في مسألة تكليف شخصية ما وتشكيل الحكومة الرئيس عون لم يتحدث عن مهلة معينة لم يعني تحدث عن ما يجب أن يكون عليه هؤلاء الوزراء ولكنه ترك الباب مفتوح فيما يتعلق بالجدول الزمني ما رأيك في ذلك؟ بالواقع يعني كنا نتمنى أن تكون هذه الكلمة على مستوى الأحداث التي يشهدها لبنان منذ أكثر من أسبوعين ولكنها جاءت مخيبة لأمال الشباب الذين انتصموا في السحات والشوارع المناطق اللبنانية من بيروت إلى عقار شمالا إلى صور جنوبا إلى مدن البقاع والجبل الكلمة هادئة وروتينية وعادية وكأن البلد في حالة طبيعية جدا وليس هناك أزمات اقتصادية وسياسية ومالية ونقدية تشكل الهاجز الأكبر لدى الأكثرية الصاحقة من اللبنانيين وتجاهل الاستحقاق الأساسي الذي ينفذره اللبنانيون أيضا وهو التشكيل لحكومة العتيدة التي يجب أن تقود البلاد إلى بر الأمان بعد هذه الاهتزازات التي عاشتها على مدى الأشهر الأخيرة من الأزمات الاقتصادية والسياسية الداخلية الكلمة بمجملها بالواقع لم تكن على مستوى الأمان التي كان العديد يعلق عليها بالنسبة للبنانيين الذين يردون الخروج من دوامة هذه الأزمة طيب سنعود للحديث بالتفصيل عن بعض النقاط التي وردت في كلمة الرئيس عون ولكن أيضا تعليق من الأستاذ ردوان مساء الخير بداية أستاذ ردوان ما رأيك هل بالفعل كانت مخيبة للأمان مع أنه تطرق إلى مسائل المهم ما يطالب بها الشارع اليوم الدولة المدنية وكل هذه الأمور هل جاءت أقل من مستوى الأحداث التي تشهدها البلاد اليوم أولا حاول الرئيس الجمهورية العمل على تحديث الحديث عن عواطف الشباب والقول لهم أنا معكم أنا أريد الدولة المدنية والإصلاح عملية الدولة المدنية دون عقبات عدة في لبنان نتيجة الحالة الطائفية في البلد للأسف عمل رئيس الجمهورية على وضع جردة حساب عن محققته العكومة عندما قامت بالموازنة وقانون الانتخاب هذه أمور عادية تقدم عليها أي حكومة في العالم حتى في بلدان العالم الثالث بموضوع محاربة الفساد أنا أستطيع أن أقول القول أن كل نصف الكلمة التي قالها رئيس الجمهورية رددها قبل سنة في مثل هذا التوقيت قبل سنة كنت مع مجموعة من الصحفيين دخلتها كل التلفزيونات اللبنانية والعربية قبل سنة قال الكلام نفسه رئيس الجمهورية لكن نحن فعلا في مرحلة صعبة ما أريد أن توقف عنده في هذه الخلاصة عند حديثي عن الحكومة الحكومة المقبلة بالطبع لن يستطيع الرئيس في هذا التوقيت أن يقود موعد الاستشارات هي التي ستبدأ في مطلع الأسبوع المقبل لكن الموضوع الأساسي هو موضوع الدولة المدنية لكنه لم يتطرق إلى قانون الانتخاب للأسف لأن ممارسات الطيار الوانتن الحر وأكثر من فريق سياسي في لبنان لا تزال تتعاطى مع هذا الموضوع قانون الانتخاب من الزاوية الطائفية والمذهبية والمناطقية مفتاح الحل في لبنان هو قانون الانتخاب قانون الانتخاب الحالي الساري صحيح طبق النسبية والذي يدافع عنه الطيار الوطن الحر وقوة مسيحية عدة في البلد هذا القانون سيؤدي إلى المزيد من الحالة الطائفية والمذهبية في البلد إذا تم الاستمرار عليه كنا نتمنى أن نسمع من فخامة رئيس الجمهورية تحديد القول أنا نريد قانون انتخاب جديد عصري يقوم على النسبية يقوم على الدوائر الكبرى تطبيق مندرجات الطائف أين مجلس الشيوخ كل هذه الأمور لم يتطرق إليها حاول القول أنا معكم للشباب لكن حديثه أن شارع مقابل شارع هذا الأمر خطير جدا لأنه في نهاية الأسبوع الجاري التاري الوطن الحر سيقوم بتظاهرة كبيرة دعما لرئيس الجمهورية أنا في تقديري هذه التظاهرة لا فائدة لها صحيح هناك مجموعات كبيرة من الشارع المسيحي ومن اللبنانيين يؤيدون رئيس الجمهورية لكن هذه التظاهرة في حال حصلت ستؤدي إلى تصلب الشارع ستؤدي إلى تصلب الحراء أكثر المطلوب المبادرة في الاستشارات النيابية المطلوبة والإسراع في العمل على هذه الحكومة نقطة ثانية ركز على موضوع الكفاءات والخبرات هذا كلام جميل وجيد لكن عند التدقيق في أسماء الوزراء الذين سيأتون إلى الحكومة المقبلة سيأتون من البوابات والنوافذ الحزبية ولن يأتوا مما مثل ما تحدث رئيس الجمهورية أي بمعنى الطيرونة الحرب غدا سيقول أنا من سأسمي الوزراء المسيحيين في الحكومة المقبلة والبقية الأفريقاء سيقولون الكلام نفسه أستاذ صلاح ما رأيك فيما يتعلق بالحكومة المنتظرة الآن الرئيس عون تناول بعض النقاط دعني أستعرضها بسرعة يقول تشكيل الحكومات عادة ما يخضع لتوازنات وهذا هو من أسباب الفشل تحدث عن ضرورة أن يكون الوزراء من ذوي الخبرة والكفاءة ولا يتم اختيارهم وفقا للاعتبارات السياسية تحدث على أن الحكومة يجب أن تكون منسجمة قادرة على الإنتاج لا تعرقلها المناكفات ما الذي نفهمه من هذه المواصفات التي وضعها الرئيس عون للحكومة القادمة حكومة منسجمة هل هذا يعني حكومة من لون واحد مثلا بالواقع درجة العادة في لبنان في السنوات الأخيرة على تشكيل حكومات فالفاضة يعني 30 وزيرا 30 وزيرا تضم معظم أو كل القوى السياسية الموجودة في القرمان اللبناني مما كان يعطل العملية المحاسبة والمراقبة والمتابعة من المجلس التشريعي هذا أحد أسباب حالة التسيب والفشل للحكومات اللبنانية المتعاقبة أضف إلى ذلك ما يعنيه الرئيس في كلماته بالنسبة لتشكيل حكومة منسجمة هي المطالبة المعتصمين في الانتفاضة بحكومة اختصاصيين مصغرة من 14 وزيرا كحد أقصى يشكلون فريق عمل منسجم وهذا أحد مطالب الحقيقة الانتفاضة الوطنية بشكل واضح وصريح لذلك ما أشار إليه من تشكيل حكومة منسجمة هو بالواقع أحد مطالب المعتصمين ولكن هذا لا يعني أن تشكيل حكومة من أصحاب الاختصاص والكفاءة أنهم سيأتوا بالبراشيت من السماء بينما القوى السياسية موجودة في مجلس النواب الذي يجب أن يؤمن التغطية السياسية لأي حكومة يمكن أن تشكل في لبنان فمن هنا أهمية أن تكون هذه الحكومة عندها تغطية سياسية ولو كانت من أصحاب الاختصاص وأن تكون مطعمة بعناصر سياسية نظيفة وتوحي بالثقة لللبنانيين في الداخل وللأشقاء والأصدقاء الذين يريدون مساعدة لبنان في الخارج حتى تستطيع الانتلاق بخطة إنقاذية قادرة على إخراج البلاد مما تتخبط به من أزمات اقتصادية ونقدية هذا يتطلب رؤية وجود رؤية ومشروع وخطة واضحة للأسف الحكومات السابقة كانت تختلف دائما عند مناقشة الخطط عند وضع الميزانيات أو عند وضع سلم الأولويات لذلك كان الفشل الحليف تلك الحكومات كلها تقريبا أما بالنسبة لحكومة تحارب أو تكافح الفساد فهذا يعني شعار سمعناه منذ بداية ولاية الرئيس ميشيل عون والتي مضى عليها اليوم ثلاث سنوات نصف الولاية بالضبط ولكن لم يتحقق منها شيئا رغم تخصيص وزارة لمكافحة الفساد في حكومة العهد الأولى ولكن للأسف هذه الوزارة لم تستطع أن تحقق أي إنجاز في الكشف عن أي عملية أو أي ملف فساد في البلد رغم كل ما للروائح الفائحة من الصفقات والسمسرات والمشاريع الفاسدة في البلد أستاذ ردوان ما رأيك عندما يتحدث الرئيس عن حكومة منسجمة قادرة على الإنتاج لا تعرقلها المناكفات هل يفهم من هذا الكلام أنه يريد حكومة تكنقراط أم أنه يقول الحكومة الماضية لم تكن حكومة منسجمة وبالتالي كانت حكومة مشلولة البعض يقول حكومات الوحدة الوطنية بطبيعتها بتعريفها هي حكومات شلل غير قادرة على الإنتاج ما رأيك في ذلك ما يريده الرئيس كأنه يقول أنا أتنصل من الحكومة السابقة نتيجة الخلافات التي دبت في صفوفها وهذا الأمر يتحمله رئيس الجمهورية وكل القوى السياسية التي شاركت في هذه الحكومة حتى رئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري نتيجة جملة من الخلافات وعدم اتفاقهم على رؤية موحدة أبلغ مثال على ذلك لم تصل الحكومة إلى مقاربة واحدة في موضوع النزحين السوريين وإضافة إلى جملة من الملفات أنا في تقدير الوزراء الذين سيأتون في الحكومة المقبلة ستسميهم الأحزاب وهذا أمر طبيعي لكن مطلوب منها هذه المرة أن يأتوا بنسل حسن للأسف لأن جملة من الوزراء لم يكونوا على المستوى عمليات الصرقة تحولت الوزراء إلى مغاور عندنا في لبنان على مدارس خلال هذا العهد للأسف وأنا لا أعمم هنا نتيجة جملة من الصفقات التي ارتبطت بها قوى سياسية مع عدد من رجال الأعمال والمتعاهدين في الجمهورية اللبنانية فعلا نحن أمام محك وأمام انتحان كبير من سيأتي من سيصل إلى الندوة الحكومية هذه المرة لأن الشعب سيحاسب وهذا الحراك هذه المرة سيحاسب ونحن في لبنان بلد صغير نعرف الجميع لكن أعود إلى الحراك الحراك يقول أنا أريد وزراءك ففعلا على هذه الحكومة أن تثبت هذا الأمر تبقى نقطة أساسية ولم يتطرق إليها الرئيس الجمهورية بالطبع هذا من حقه من سيكون الرئيس المقبل حتى الآن أنا في تقديري الاستشارات النيابية والسياسية بدأت بالفعل عند حزب الله وعند تيار الوطن الحر وعند تيار المستقبل قبل التسمية الرسمية للرئيس المقبل وأنا في تقديري لا مفر من تسمية الرئيس الحريري رئيسا للحكومة المقبلة ربما البعض يضع عليه شروط وهذه اللعبة السياسية في لبنان في حالة واحدة لن يصل الرئيس الحريري إلى الحكومة إلا إذا سمى شخصا آخرا يمثل يكون من نسيج طيار المستقبل ويكون محل مرادات عند الطائفة السنية الكريمة طيار المستقبل لن يغيب عن هذه الحكومة ومن يظن أنه سيقدم على هذا الأمر وحتى لو كانت معه الكتلة النيابية الكبرى في المجلس ويستطيع أن يسمي شخصية سنية مخالفة للرئيس الحريري عندها سنكون أمام المزيد من التحرف في الشارع ولا شك أن الطائفة السنية بالأمس سمت الرئيس الحريري شعبيا المؤسسة الدينية سمته ولا مفر من تسميته في نهاية المطاف على العكس كل من يظن ويقوم بجملة من المنورات أننا لا نريد الحريري رئيسا للحكومة لكنه لن يأتي على حصان أبيض هناك جملة من الأمور ستفرد الفريق الرئيس الجمهورية وحسب الله يعملان حتى الآن على تركيب الحكومة وعددها ودخول في الأسماء وإنزال رئيس الحكومة على رأسها طيب بهالحالي هاي أستاذ صلاح إذا كان الرئيس الحريري هو المرشح الأكثر حظا لتولي رئاسة الحكومة القادمة وإذا كانت التيارات والأحزاب السياسية ستختار أعضاء هذه الحكومة شو بنكون استفدنا بهذه الحالة ستعود الأمور إلى المربع الأول والشارع بالتأكيد لن يرضى بهذا الحال لن تكون كل القوى السياسية ممثلة في هذه الحكومة بطبيعة الحال بسبب وجود مجموعة من التكنقراط قد يكون على علاقة مع أطراف سياسية معينة ولكن سيكون محررين من الالتزامات السياسية المعقدة التي كانت سائدة في الحكومات السابقة الأهم شيء في التشكيل للحكومة الجديدة أن يكون هناك رؤية اقتصادية إنقاذية يستطيع تستطيع الحكومة السير بها إلى النهاية لإخراج البلد من الوضع الذي يتخبر به وإلا لك تكون هذه الحكومة الجديدة أيضا وقعت في شرك الخلافات والمناكفات السياسية الداخلية التي تمنعهم تحقيق أي إنجاز الحكومة الجديدة عليها مسؤوليات وطنية اقتصادية كبرى لابد من القيام بها في فترة زمنية سريعة قبل أن يتفاقم الوضع ويسأل إلى نقطة العودة اقتصاديا وماليا في البلد في ظل هذا الوضع المتردي حاليا خاصة في ظل الاهتزازات التي يعانيها الوضع النقدي والدغوط التي تتعرض لها المصارف اللبنانية في هذه الفترة بالذات نحن أمام اختبار جديد لقدرة الحكم على الخروج من هذه الأزمة على إدارة هذه الأزمة والخروج منها بأكل قدر ممكن من الخسائد وعدم الالتفات إلى الخلف إلى الصراعات السياسية التقليدية التي كانت تحول دون تحقيق أي إنجاز عملي على صعيد الإنمائي أو على صعيد التقدم الاقتصادي في البلد لذلك لتشكيل الحكومة لابد أن يكون سريعا هذه المرة وليس هناك مجال لطرف الانتظار بضعة أشهر كما كان يحصل في السنوات السابقة والتي كان معظمها وسببها الطيار الوطني الحر الذي كان يرأسه الرئيس عماد بن شير لأسباب لمجال الخوض فيها حاليا والتي تعود لمعظمها لتوزير الوزير جبران بسير وإدخاله في الحكومات في حقائب خدمتية معينة خاصة حقيبة الكهرباء نحن اليوم أمام الاختبار جديد ليس للحكومة فقط ولكن العهد كله إذا كان قادرا على إدارة هذه الأزمة بالتي أحسن والخروج وضمان خروج البلد من هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن لذلك كان من المنتظر أن يتم تحديد الموعد الاستشارات النيابية خلال قبل عطلة نهاية هذا الأسبوع وإصدار مرسوم التكليف في نهاية هذا الأسبوع لتمكين الرئيس المكلف من تشكيل حكومته بسرعة ولكن للأسف القصر الجمهوري تأخر في تحديد هذه المواعيد يبدو أن هناك وراء الأكمل ما وراءها بسبب عدم رغبة بعض أطراف المحسوبة على العهد وعلى الرئيس من شرعون شخصيا بعودة الرئيس سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة في حين أن الوزير جبران باسيد من المنتظر أن يكون خارجها لأول مرة منذ عام 2009 هذا فيما يتعلق بالحكومة أستاذ ردوان الآن مسألة الانتخابات المبكرة هذا أيضا مطلب رئيسي سمعنا في كثير من التجمعات الاحتجاجية الرئيس لم يأتي على ذكر أي شيء من هذا القبيل بالعكس هو قال أنه قانون الانتخابات الذي أقر قانون عادل وقانون أمن الاستقرار السياسي وبالتالي مسألة الانتخابات المبكرة على ما يبدو غير واردة من وجهة نظر الرئيس ما رأيك في ذلك قبل الرد على هذا السؤال لا بد من الإشارة لأن الجميع سيسمون في النهاية الرئيس الحريري الرئيس بري فعلا لم يعلن عن تسمية من تفضل كتلته لكنه بالتأكيد سيدعم ويشجع الرئيس الحريري ويكون من مؤيدي حتى حسب الله يعرف سلفا أنه لا مفر من تسميتي لكنه لا يعلن على الملأ هذا الأمر أنا في النهاية الرئيس الحريري أصبح حاجة دولية وحاجة محلية وسيتون في أي تسماء أخرى برأيك السيد ردوان يعني قد يكون لها حظ في أن تتولى تشكيل الحكومة جرى أنا أنا لا أحكي الطائفة السونية طائفة غنية لا لا أنا لا أحكي من ناحية نظرية من ناحية عملية واقعية هل هناك شخصية أخرى قادرة في هذه المرحلة على تشكيل هذه الحكومة بالتأكيد هناك شخصيات طائفة غنية سواء كانت في مجلس النواب أو خارج مجلس النواب لكن علينا أن نعترف أن حصة الأسد من الطائفة السونية يمثلها طيار المستقبات الممثل في البرلمان بالنهاية هؤلاء سيمثلون وسيحددون من هو رئيسه في حالة واحدة فقط إذا الرئيس الحريري على سبيل المثال سمى كلف الرئيس تمام سلام بهذه المهمة أو شخصية أخرى تكون محل مقبولية عند طيار المستقبل بالتأكيد الوزير جبران باسيل أصبح خارج هذه الحكومة لكن من الآن أقول لك ومن دون أحلام عادية سيكون هناك مجلس وزراء حزبي مصغر سيدير هذه الحكومة من حزب الله ومن الوزير جبران باسيل ومن طيار المستقبل لأن هؤلاء جماعة التكنقراط والاقتصاصيين لا يستطيعون أن يديروا هذه الملفات الكبرى بدون الرجوع إلى مرجعياتهم السياسية نحن لسنا في حكومة السويد نحن في لبنان وعلينا أن نعترف أن الأحزاب والكتل النيابية هي التي تمسك بالبرمان وتحدي بالمشارع أما بالنسبة لإنتخابات الهيرية المباكرة المطلب هو أن تختفي هذه الطبقة السياسية إذا كان هناك مجلس وزاري مصغر يدور الأمور من خلف الستار فهذه مشكلة هذه الطبقة لن تختفي مع احترامي للأعداد الكبيرة في الشارع وأنا أقول لك حتى لو أجلت انتخابات نيابية في بعض يوم أو بعض شهر هذه الطبقة ستحافظ على حضورها بنسبة 98% مهما كان شكل قانون الانتخاب وأنا لا أقلل من هذه الأصوات التي صدرت في الشارع وخصوصا في الملف الاقتصادي والمعيشي 100% صح لكن بعض الأحلام عند الشباب أحلام كبيرة نحن لم تحصل صورة لم يحصل انقلاب في البلد أما بالنسبة إلى عملية انتخابات مبكرة فلن نلمس عند القوى السياسية الرئيسية هذه الحماسة سمعنا هذا الكلام عند حزب الكتائب من حقه يتمثل بثلاثة نواب في البرلمان هذا أمر لكن قبل الحديث عن انتخابات نيابية مبكرة كان ينبغي على هذا الحراك أن يعد ورقته ويفرضها على الرئيس المكلف ويفرضها على الرئيس الجمهورية في البيان الوزاري للحكومة المقبلة من القول أنا نريد قانون انتخابي عادل ونريد انتخابات نيابية مبكرة عندها الشارع يلزم هذه القوى السياسية لكن مهما كان شكل قانون الانتخاب القبضة الحديدية في الخيارات عند اللبنانيين ستكون للقوى الطائفية وللقوى الحزبية ولا أنا لا أحبط الشباب ولا أحبط هذا الحراك لكن هذا الحراك لم ينتظم حتى الآن في ورقة موحدة لم يقدم برنامجه الحقيقي وربما كان الهدف من سياستي هذه خلق هذه المساحة الكبيرة من الفوضى بغيت الامساك باليد المكسورة عند السلطة أستاذ صلاح ما رأيك مسألة الانتخابات المبكرة هل هذه مسألة واردة من وجهة نظر الرئيس وأحزاب السلطة الأخرى يعني بالواقع الانتخابات المبكرة تحتاج إلى قانون انتخابي جديد كما كان يطالبه شباب الانتفاضة قانون الانتخاب الجديد عادة يأخذنا الوقت في لبنان أشهرا وسنوات طويلة يعني ويأخذ نقاشا طويلا لكن أنا يعني على ما قاله أريد أن عندي ملاحظة على ما قاله زميلنا رضوان بالنسبة لتغيير الطبقة السياسية قد ليس من السهل تغيير هذه الطبقة السياسية بجولة انتخابية واحدة أو بكبسة زر مثلا ولكن الانتخابات المقبلة لا شك أنها ستشهد مفاجآت تزيد من مساحة تنسيل الشباب والقوة الجديدة التي شاركت في الانتفاضة بالحراق المدني الكبير الذي شاهده لبنان على حساب التنسيل السياسي التقليدي والطائفي الذي تمثله طبقة السياسية الحالية الاعتبارات الطائفية تتراجعت كثيرا في خضام هذه الانتفاضة وإذا استمر هذا التراجع في الفترة التي ستسبق الانتخابات النابية المبكرة ستظهر نتائجها بطبيعة الحال في هذه الانتخابات نحن بحاجة لتغيير هذه الطبقة السياسية الممسقة بخناق البلد ولكن هذا التغيير لا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها إلا من خلال الانقلاب وفي لبنان من المستحيل حصول مثل هذا الانقلاب بكبسة زر نحن أمام مخاض يتطلب فترة زمنية معقولة حتى نستطيع أن يكون التغيير تدريجي وعلى مراحل وبشكل سلمي وهذا ما سعى له الشباب في انتفاضاته الأخيرة تعليق سريع سيد ردوان هذا الأمر هذا الأمر يعود إلى شكل قانون الانتخاب فعلا إذا وصلنا إلى قانون الانتخاب يحصل جزء من هذا التغيير لكن أنا أخالف الأستاذ السلام الحالة الطائفية التي تسيطر فلو أخذنا مثال على ذلك الطائفة الشيعية ستختار نوابها الدروز أيضا تبقى هناك حالة من الانتظار ماذا سيحصل داخل الطائفة المسيحية والصراع المفتوح بين القوات اللبنانية والتيارة الوطن الحر لكن بقية المكونات ستحافظها لحضورها وأن كنت أنا من المنادين وأنا كشاب أريد حصول تغيير عند مختلف الطائف وحصول تنوى شرط أن نصل إلى قانون انتخاب عصري حقيقي يقوم على نسبية مئة بالمئة طيب مثلا الصوت التفضيلي حسب ما هو في القانون الجاري الحالي لأنه فعلا كان قانون طائفي ومذهبي ومناطق ومن أسوأ قوانين الانتخاب الحسنة الوحيدة فيه أنه لم توجد فيه أكثرية على عكس القوانين السابقة أستاذ صلاح مسألة أخرى أشار لها الرئيس عون في هذه الكلمة تحدث عن أن هناك كانت محاولات تشويش على مطالب الشارع وأخذ هذه الاحتجاجات إلى مكان آخر إلى ماذا كان يشير برأيك لأنه فريق الرئيس وحلفاء الرئيس هناك اعتقاد على نطاق واسع بين هذه الكتل بأنه هناك تدخلات خارجية وهناك من يحاول أن يأخذ هذا الحراك ويستغل ويركب هذه الموجة هل كان الرئيس عون يشير إلى هذه المسألة يعني من السهل جدا إرماء التهم على الخارج دائما ونحن عندنا مثلا في لبنان يقول دائما الحق على التليان يعني الحق على الخارج دائما وفي حين أن ما جمع أكثر من مليون لبناني في مختلف المناطق اللبنانية وبشكل عابر للطوائف والمناطق وللأحزاب التقليدية سواء على الأرض اللبنانية أو في مناطق الانتشار اللبنانية في بلدان الاختراب لا يمكن أن يكون نتيجة تحريك خارجي أو نتيجة مؤامرة خارجية تنتد من أقصى شمال القرى الأمريكية في كندا إلى البلدان الأفريكية جنوب القرى الأفريكية وإلى الدول الأوروبية الأخرى التي شهدت المظاهرات من اللبنانيين المقيمين فيها مؤيدة للانتفاضة وترفع شعارات الانتفاضة هذه بالواقع انتفاضة وطنية بامتياز بكل ما للمعنى من كلمة جمعت اللبنانيين على هدف واحد وتحت علم واحد لأول مرة في تاريخ دورة الاستقلال ولذلك يعني المحاولة إلقاء التهم أن العمالة السفرات أو دور السفرات أو تخوين هؤلاء الشباب يعني إذا كان مليونين من الشعب اللبناني هم بمرتبة الخوانة فمن هو الوطني في هذا البلد في هذه الحالة نعم أستاذ ردوان في الوقت المتبقي مسألة أخرى مسألة الدولة المدنية أشار الرئيس عون إلى أنه لا يمكن فرض الدولة المدنية فرضا هذه مسألة بحاجة إلى توافق وتحدث أيضا عن يعني إمكانية إطلاق ورشة مشاورات وطنية حول الدولة المدنية هل هذه أولوية برأيك في المرحلة القادمة أمنها ستصبح ربما يعني مثل مصير الاستراتيجية الدفاعية وطاولة الحوار يعني أن تصل إلى طريق مسدود بدون أي نتائج بالطبع أن الدولة المدنية ليست لا تتم بكبسة زر لكنها تبدأ من خلال قانون الانتخاب من خلال تطبيق مندرجات اتفاق الطائف العمل على المباشر بالإطلاق العجلة الهيئة الوطنية للغاية الطائفية السياسية عندها نصبح على مندرجات الدولة المدنية لكن في هذا التوقيت لا تتم هذا الأمر أنا أشارك الأستاذ السلام عند قوله أن المتظاهرين ليسوا خونا لكن الخارج تدخل في الكثير من مفاصل هذه الانتفاضة علما أن أنه ولدت من التربة اللبنانية يقول أن الحق ليس على الطليان كمان الحق على الأمريكان من خلال تدخلاتهم في أكثر مكان البعض يريد وكأنه يقول أنه من خلال هذه النافذة ومن خلال هذه التظاهرات أريد أن أشدد على حزب الله المزيد من العقوبات أن أشير إلى سلاح حزب الله لكن في تقدير هذا الأمر علينا أن نستفيد من هذه الانتفاضة إذا أحسننا كلبنانيين وقوة سياسية أن نستمع إلى أصوات الشارع أن نكون حكومة جدية فعل أن تكون حكومة من الوزراء النظيفين أن نقدم جملة من الإصلاحات عندها نستطيع أن تكون هذه الحكومة عند طموحات الشارع والذين تظاهروا ونزلوا إلى الأرض في بيروت والمناطق شكرا جزيلا لك الأستاذ ردوان عقيل الكاتب الصحفي كان معنا من بيروت ومن هناك كان معنا أيضا الأستاذ صلاح السلام رئيس تحرير صحيفة اللواء شكرا لكم